السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طالبات وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث الأعدادي إن شاء الله متابعين ونكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة كتاب جم كتاب باي بيت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقت اكثر سيستمرين على المفردات للدرسين الثالث والرابع من الوحدة التامنة كتاب المعاصر بداية من صفحة 85 وأول سؤال بيقول تشوز اختار ذاك ولكتعنصر الإجابة الصحيحة رقم واحد في الاختيارات بيقول هنا نقط يعني يعني فن صناعة القماش عن طريق إن هنا إيه بينسجوا إيه الخيوط كده اللي هي الخيوط بينسجوا الخيوط مع بعضها باستخدام آلة أو مكينة سبيشال يعني خاصة ده طبعا يقصد به فن النسيج أو النسيج النسيج أو فن النسيج رقم اتنين نقط means يعني أو المقصود به close or material close or material القماش أو المادة الخام which can be used to make close اللي ممكن تستخدم لصنعة اللي هي الملابس bagz والحقائب etc إلى آخره يبقى إيه هي اللي معناها القماش أو المادة الخام اللي بيستخدمها في صناعة الملابس والحقائب طبعا يقصد هنا fabric وهو القماش رقم ثلاثة بيقول هنا رقم ثلاثة بيقول لي a نقط is a person بيكون هو الشخص who makes close اللي هو بيصنع close اللي هو القماش بيصنع القماش by waving عن طريق ايه النسيج أو فن النسيج مين هو الشخص اللي بيصنع القماش عن طريق فن النسيج طبعا وهو waver وهو النسيج رقم أربع the note is a long piece of cotton يعني ايه خط كده طويل ويصنع من القطن أو silk أو من الايه أو من الحرير اتسترا الى آخره which people can use الناس بتقدر ان هي تستخدمه to solve plus عشان ان هي تخيط الايه تخيط الملابس طبعا يقصد هنا الخيط وخيط يعني thread thread الخيط كتعرفة يعقدة وطويلة من القطن من الحرير الناس بتستخدمه بتخيط به الملابس رقم خمسة the antonim of connect الانتنم وهو المضاد من كلمة connect يعني يتصل أو ايه أو متصل يعني شيء متصل يبقى العكس منها ايه اما يكون شيء متصل بيبقى disconnect disconnect يعني غير ايه يعني غير متصل رقم ستة بيقول هنا what a horrible movie يا له من فيلم فضيع أو سيء جدا horrible has the same meaning كلمة horrible بالجبلي نفس المعنى زي ايه ايه اللي بيسويها ايه اللي بيسوي كلمة فضيع او سيء جدا وهي كلمة awful يعني ايه فضيع او سيء ايه او سيء جدا رقم سبع we add احنا بنضيف ايه to form the adjective عشان ان احنا نكون الصفة of the world tradition tradition اللي هو الحرفة الايه الحرفة التقليدية التقليد او العادة او الحرفة التقليدية تمام يبقى احنا عشان نشكل الصفة منها هنضيف ايه هنضيف الاي عشان تبقى ايه traditional وهو ايه معناها شيء تقليدي رقم تمانية the suffix اللاحقة ايه يعني حرف كده في النهاية forms the noun بتكون الاسم from the verb discuss من الفعل discuss يعني يناقش من الفعل يناقش هنضيف ايه هنا حروف في الاخر عشان تبقى اسم العكس من كلمات تقليدي كلمات تقليدي يعني ما يكون شيء تقليدي العكس منه المضاد ايه طبعا شيء modern حديث او جديد او معاصر رقم عشرة نقدر ان احنا نستخدم بعض من المواد الخام اجين يعني مرة ايه مرة اخرى نجيب المادة الخام كده ونستخدمها مرة ايه مرة تانية this means ده معناه we can نقذم ان احنا نقدر نعمل ايه ان احنا نقدر recycle them ان احنا نقدر نعيد تدوير هذه الايه نعيد تدوير هذه المواد الخام رقم 11 the vase is broken الفاظة او الزهرية يعني بتكون broken بتكون مقصورة throw it to the ground throw يعني رمى مين اللي رمى الزهرية او الفاظة ديت مين اللي رماها على the ground على الارض broken كلمة broken يعني مقصور here هنا is opposite in meaning بتجيب لي العكس في المعنى عكسها ايه اما يكون شيء مقصور يبقى عكسها طبعا un damaged un damaged يعني غير تالف غير تالف او غير متضمر مقصور بعد كده جايب لصفحة 86 والصفحة رقم 12 بيقول هنا the ink اللي هو الحبر from printers من الطابعات الحبر هي كلمة bad 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 for يعني ضار للبيئة الصور رقم 13 بيقول لوفن النسيق او النسيق اجيبش النقط عايز يقول هنا ايه بيكون ايه مصري هام عايز يقول هنا طبعا tradition tradition يعني حرفة تقليدية مصرية هام حرفة تقليدية tradition رقم 14 ويشوت ذا نقط in ذا برينتر ريكلارلي يعني بغي ان احنا نستبدل replaced يعني نستبدل او نبدل كده ذا نقط ink يعني نبدل الحبر يعني in ذا برينتر اللي موجود في الطبيعة ريكلارلي يعني بانتظام عايز يقول احنا المفروض نبدل الحبارة اللي هي cartridge الحبارة اللي بيكون فيها الحبر cartridge يعني ink الحبارة اللي بيكون فيها الحبر في الطبعة دي اللي بتطبع الورق المفروض ان احنا نغيرها بانتظام رقم 15 بيقول النقط is liquid ده بيكون سائل use in bins بيستخدم في الاقلام الجاف or printers او بيستخدم في الطابعات for writing للكتابة ايه الحبر اللي بيستخدمه في الاقلام الجاف والطابعات للكتابة طبعا وهو ink اللي هو الحبر رقم 16 بيقول اه نقط is اماشين بيكون آلة او مكينة used for waving بتستخدم لفن النسيج او لفن النسج يبقى اللي بقيه الآلة دي طبعا وهي اللي هو النول النول بيستخدمه كده في فن النسيج رقم 17 we can form the adjective نقدر ان احنا نكون the adjective نكون الصفة of the word connect من كلمة connect يعني يتصل من كلمة connect by adding بإضافة the suffix بإضافة اللاحقة ايه هنضيف في الآخر هنا لكلمة connect حروف ايه عشان نحولها الى صفة طبعا هنضيف هنا في الآخر اللاحقة ال-e دي يبقى connected يعني ايه يعني متصل كده حصلنا منها على الصفة رقم 18 the synonym of the word synonym وهو المراضف من كلمة broken broken يعني مقصور المراضف منها يعني ايه اللي بيسويها في المعنى اللي بيسويها في المعنى كلمة ايه طبعا شيء تالف حاجة مقصورة يعني حاجة تالفة او متضمرة damaged يعني تالف بتسويها في المعنى كلمة damaged بعد كده رقم 19 يعني عايز يقول الملاعب النجيل اللي هي الصناعية ملاعب النجيل الصناعية هنا بمعنى الملاعب او الملعب يعني ملعب النجيل الصناعي was used in استغدما في in the 2018 world cup في كأس العالم لسنة 2018 the word field means كلمة field اللي هي ملعب معنى ايه طبعا معنى sports playground اللي هي الملعب الرياضي رقم 20 the printer اللي هي الطابعة is connected to the computer بتكون متصلة بالكمبيوتر the word connected كلمة متصل means تعني نؤات together ان هي ايه linked together يعني مرتبطة كده او متصلة كده مع بعضها together يعني سويا متصلة كده مع بعضها او مرتبطة ببعضها رقم 21 لا تسمح للناس نؤات يو ياسر ما تسمحش للناس ان هم ايه يسخروا منك يا ياسر انا عندي هنا عندي لت بيجي لي بعدها المفعول بعدها بيجي لي الفعل في المصدر لكن اللي بيجي لي بعدها طول المصدر اللي هي اللاو يبقى عندي لت لا تسمح للناس يبقى عايزين بعدها ايه المصدر بتاعي او الفعل فيه المصدر وهو يبقى ما تسمحش للناس ان هم يضحقوا عليك او ان هم يسخروا ايه يسخروا منك